مجددا يدخل مطار معيتيغا طرفا في الصراع الدائر في ليبيا رغم الدعوات الدولية لتحييده المطار الذي تعرض للقصف بستة صواريخ جراد سقطت على المدرج بحسب ما أعلنت سلطات المطار أصبح مغلقا أمام الرحلات الجوية بعد أن أعلن الجيش الوطني الليبي إعادة فرض الحظر الجوي فوق المطار قرار له مبرراته بحسب الجيش الليبي بعد أن تأكدنا أن تم إعادة استخدام المطار لأغراض عسكرية وإرهابية ونقل إمدادات تركية اليوم سيدي القائد العام أمر بتفعيل منطقة الحظر الجوي من جديد الجيش الوطني الليبي وبلهجة حاسمة شدد على أن أي تحرك لطائرة مدنية أو عسكرية في المجال الجوي لمطار معيتيغا مهما كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية شركتها سيعد خرقا لوقف إطلاق النار وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر قصف معيتيغا مفاجئ يضع بحسب السياسيين وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مؤخرا روسيا وتركيا بداية هذا الشهر في مهب الريحة بينما تتصاعد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للصراع الدائر في ليبيا رغم نفي الجيش الليبي مسؤوليته عن هذا القصف حسب البلاغ الاستخبارات الوارد لغفة العمليات أن ميليشيات ما يعرف بالإرهاب البقرة هو من قام باستهداف المطار ويحاول التأثير على من مجدد في المطار من أجل إطلاق صراح إرهابيين دواعش مسجونين داخل هذه القاعدة إغلاق مطار معيتيجا يعني كذلك عزل العاصمة طرابلس جويا حيث تم تحويل الرحلة المدنية إلى مطار مصراطة الذي يبعد عن طرابلس بنحو 150 كيلو مترا علياء عزدين العربية